السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل وسهلا فيكم بفيديو جديد أعلنت مصلحة الهجرة السويدية اليوم بتاريخ 28-04-2021 أن دورة المدخل للمجتمع السويدي أصبحت إلزامية لطالبي لجوء الجدد بالسويد وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2021 طبعا هذه الدورة بتضمن كثير من المعلومات كانت هذه الدورة عبارة عن أوراق بتم منحها لطالبي اللجوء وهي بتضمن معلومات غالبا بلغاتهم الأم مثلا إذا كان بالنسبة للعرب باللغة العربية بالنسبة للإيرانيين أو الأفغان بلغتهم الأصلية مثلا الفارسية أو التقرينية أو الصومالية أو غيرها من اللغات وهي بتضمن معلومات عن عملية اللجوء بالسويد شو هي حقوق وواجبات شخص طالب اللجوء وأيضا شو هي الفترات اللي بتمر فيها أو المراحل اللي بتمر فيها عملية طالب اللجوء بداية من طالب اللجوء وحتى ونهاية وانتهاء باتخاذ القرار طبعا الشيء اللي تغير حاليا أنه هذه الدورة صارت الزامية وأيضا أنه صار فيها معلومات أكثر بحسب منسقة لهذا المشروع اللي اسمها آنا يوهانا فيكينغ بحسب ما صرحت لها موقع مصلحة الهجرة السويدية طبعا المحتوى هذا المحتوى هذه الدورة كمان بإمكان الطالبين اللجوء أنه نشاركوا بمناقشتها من خلال مناقشة الاختلافات والتشابه أوجه الاختلاف والتشابه بين السويد وبلدامهم الأصلية ومحتوى هذه الدورة أيضا هو عبارة عن أربع أقسام قسم للعملية اللجوء وأيضا قسم للقانون السويدي والحياة بالسويد وأيضا قسم للديمقراطية والعادات والتقاليد بالسويد طبعا هنا عبارة عن يومين نص يوم بنصف يوم والدورة إجبارية مثل ما حكيت طبعا إجبارية هنا كل شخص فوق سن الخمسة عشر عام طبعا الغاية من هذه الدورة هي أنه يكون فيه فهم أكبر للقادمين الجدد والطالبين اللجوء حول حقوقهم وواجباتهم وأيضا تحسين فرص الاندماج بعد حصولهم على الإقامة في السويد طبعا المناطق التي ستحصل فيها هذه الدورات هي ست مناطق مقترحة اللي هي بودن سون بيباري بستوكول طبعا بودن بالشمال سون بيباري بستوكول منطقة تفلين أو مدينة تفلين نور شوبينج بوسط السويد موندال غرب السويد ومال مو جنوب السويد طبعا الحضور إجبارية مثل ما حكيت الحضور عن بعد ممكن يكون بحالات استثنائية طبعا الهجرة مجاهزة نفسها وممكن حتى تستمر أزمة كورونا لحتى شهر 11 أو شهر أكتوبر فلذلك شهر 10 رفوا فبتالي هني مجاهزين حال لهالأمور ممكن يكون فيه استثناءات بالنسبة للحضور الشخصي طبعا فيه سؤال مهم جدا أنه هذه الدورة ما بتعود الدورة اللي رح يعملها شخص بعد ما يحصل إقامة واللي هي عادة بتكون منظمة من قبل البلدية أو الكومون اللي الشخص بيكون مستقر أو مقيم فيه طبعا الدورة أيضا رح تكون غالبا بأول 14 يوم من تاريخ تسجيل شخص مقدم طلب اللجوء بالسويد طبعا مثل ما برجع بكرر هذا الموضوع بيخص فقط طالبي اللجوء اللي هني إسا ما حصلوا على قرار بالإقامة لكن حاليا ما فيه أي شيء جديد بما يتعلق بالأشخاص حاملين الإقامة سواء الموقتي أو الدائم ما فيه أي قوانين جديدة حاليا بانتظار موافقة البرلمان على مقترحات القانون المزمع التصويت عليه قريبا بالشهر السابع هذا كان كل شيء اليوم أتمنى تكونوا استفدتم من هذه المعلومات وشكرا المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته